توقعة بأسبوع حاسم للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان بعد أن وقع على المنهاج الحكومي في وقت سابق مصادر سياسية في بغداد تحدثت عن لقاءات نهائية سيجريها الكاظمي مع رأساء الكتل السياسية بشأن بعض الأسماء المطروحة لبعض الوزارات التي لم يتفق عليها إلى الآن فهو يحاول إنهاء ملف اختيار الوزارة مع الكتل السياسية قبل التوجه لتقديم طلب تحديد جلسة في البرلمان لعرض حكومته على التصويت هذا الأسبوع ورغم التوافق المعلن بين الكاظمي والكتل التي رشحته للمنصب إلا أن جهات سياسية عديدة أكدت عدم وجود ضمانات نهائية لتمرير حكومته وأن التوافقات السياسية قابلة للتغيير في أي وقت وتأتي تلك التطورات السياسية في وقت لم يتبقى أمام الكاظمي غير بضعة أيام فالمهلة الدستورية الممنوحة له تنتهي في التاسع من أيار ويكون التكليف حينها باطلا ووفقا لتوزيع الحقائب الوزارية فإن 11 وزارة ذهبت للكتل الشيئية و6 وزارات للكتل السنية و3 للأكراد فيما تبقت وزارتان للأقليات كابينة عنوانها المحاصصة الطائفية ولن تخرج عن السياقات السابقة المتبعة في تشكيل الحكومات المتعاقبة والحديث عن حكومة مستقلة هو محض كذب وفقا لبرلمانيين ومسؤولين حكوميين بينما يرى مراقبون أن التأييد السياسي للكاظمي تضاءل أكثر بعد تقديمه جزءا من تشكيلة الوزارية في إطار الصراع على المغانم ترجمة نانسي قنقر